من بارح كان فيه مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم فيه الإعلان عن تنظيم حفل تخرج لأول دفعة من خارج الجامعات التكنولوجية وده كان يوم 28 سبتمبر المقبل الحفلة دي هيكون فيها طبعا أو تعتبر بمثابة ملتاقة ملتاقة لتدريب وتوظيف لأنه هيحضرها كبرى الشركات الصناعية والاستثمارية ده باعتبار أن الجامعات بتخلق فرص عمل بتتناسب مع متطلبات سوء العمل استعداد لإطلاق أول ملتاقة توظيف للجامعات التكنولوجية أقيم مؤتمر صحفي لحفل خارج الدفعة الأولى من الجامعات التكنولوجية بهدر توعية الطلاب باحتياجات سوء العمل وتقديم الإرشاد وتوهيه المهني اللازم للطلاب للتحق بالجامعات التكنولوجية بيكون لأصحاب المؤهلات الأتية السنوية العامة السنوية الفنية حتى الأصحاب الدبلومات الفنية وتركوا التعليم ويحب يستكمل التعليم بيقدر يقدم تقديم مباشر ويقدر يلتحق بالجامع بعض المقاصة العلمية المناسبة خريجي المدارس الفنية التكنولوجية التطبيقية الموجودة في التربية والتعليم والتعليم الفني كل دي مسارات مفتوحة للتقدم للطلاب طبعا يعني معظم الشركات في حالة دية فيها الشورتش أو فيها نقص في التكنولوجيست بحيث أن احنا في حالة دية إن شاء الله يعني البرامج بتاعتنا بتيجي من الشركات المجاورة أو الشركات في المنطقة الصناعية اللي موجودة فيها الجامعة التكنولوجية بحيث بيقول لي أنا عايز مثلا خريج يفهم مثلا كذا أو بيفهم برنامج كذا فبنعمله البرنامج جناعا على الرؤية بتاعته وهو بيأشريك معنا بحيث بيدرب الطلبة وإن شاء الله يعني بيساعدنا في التشغيل بتاعهم يعني نعرف المجتمع الخارجي بالفاليو بتاعته الإيماء بتاعته الخبرات اللي اكتسبها هنعمل الحدث بتاع حفل الخرجين علشان نعرف الناس دول عملنا لهم برامج تخدم المجتمع وعلى هامش الحفل بنقول للشركات اللي هي الشريك الصناعي اللي كان معنا تعالوا شوفوا الخريج بتاعنا تعالوا شوفوا إمكانيات وشكلها إيه وبنقول لكم تعالوا قبلوه والمناسب ليكم والمناسب منهم خدوه ووظفوه فكرة كلها حفل بنحتفل بليه تخرج وفي نفسه لوقت بنحاول نوظف الناس إيه اللي تخرجوا من الجماعات دي الفكرة الأسئلة موجودة إيه من الحدث اللي بنتكلم عنه إن شاء الله تقول لديه طبعا تحت رعاية السيد الوزير إن شاء الله بإذن الله بحدث يعني جلال وإن شاء الله بنسبة كبيرة هيبقى فيه فرص تدريبية كبيرة للطلبة وكمان هيبقى فيه توظيف بالنسبة كبيرة بإذن الله للمعظم الطلبة المتخرجين إن شاء الله بإذن الله شرفت بحضراتك وفندم وبالتوفيه إن شاء الله وكل الشكر والتقدير للتلفزيون المصري يعني إحنا دورنا النهاردة إن إحنا الرعي التنفيذي للحدث وإحنا الجهة المنفذة لأول حفل خرجين لجماعات التكنولوجية لأن طبعا إحنا بنشتغل مع الجماعات دي بقالنا أكتر من سنتين كل ما هو تنمية مهارات للشباب وده هدف النادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 هو ده هدفنا وإحنا بنشتغل مع الجماعات التكنولوجية فيه لأنهم الطلبة فيها بتبقى مميزة جدا في الجزء العملي وتكنيشن فإحنا بنحاول بقى نمي مهاراتهم في جزء الصوفت سكيلز وتأهلهم لسوق العمل بشكل غير مباشر إزاي يقدم نفسه إزاي يكتب السيفي بتاعته إزاي برزنت منتجه وإزاي يعرف نفسه للسوق الجماعات التكنولوجية بتوفر فرص عمل حقيقية للخارجين من خلال أكبر الشركات والجهات المستفيدة وتعرف قطاعات الصناعة المختلفة والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجماعات التكنولوجية إحنا يعني للسنة التانية موجودين مع وزارة التعليم العالي في مشروع خاصة بالجماعات التكنولوجية التطبيقية رعينا مجموعة من الطلاب عملنا لهم احتضام مجرمنا أكتر من 500 طالب ووفرنا استثمارات لست مجموعات من مشروعات التخرج بهدف تحولها لشركات نشأة وطبعاً ده وفقاً لإحتياجات الخاصة بسوق العمل والصناعات التكنولوجية الحياة من أول يوم أطلقت هذه الفكرة إحنا كنا من أشد الدعمين لها لإيماننا الشديد بيها وإيماننا الشديد أن مستقبل مصر في الحقيقة هو في الصناعة وفي الإبداع وفي ريالة الأعمال على مدار الأربع سنين ضربنا جزء كبير جداً من الطلاب كخدمات مجتمعية عملنا بروتكولات تعاون مع كل الجامعات التكنولوجية العشرة اللي تعملوا حتى الآن زائد إن إحنا استدادنا إن شاء الله بإذن الله عملنا موضوع إن إحنا هنشغل ستة من الموهبين وليس المتفوقين فقط لإن إحنا مؤمنين بالموهبة وفكرة الموهبة إن شاء الله بإذن الله هيكون توقيع عقود التوظيف يوم إن شاء الله يوم التخريج إن شاء الله بإذن الله الحقيقة بنعتبر أنفسنا الشريك أساسي في تطور العمالات التعليمية سواء بالنسبة لقطاع التعليم التكنولوجي أو قطاع التعليم الهندسي شركتنا رحية ومشاركتنا في الحدث الخاص بتخريجي لدفع الأولى من الجماعات التكنولوجية بهدف إن إحنا ناخد الخريج أو المنتج من الجماعات التكنولوجية ونبدأ إن إحنا نربطه بسوء العمل فعلي عندنا لابس ومعامل وإيكوب مختلفة فيه تخصصات مختلفة بتخدم قطاع التعليم بالكامل مشاركتنا رحية بهدف إن إحنا ندعم الخريجين اللي طالعين نوجد لهم فرصة عمل الجماعات التكنولوجية عموما كانت فكرة لتصحيح المصاري التعليم الفني والتعليم الهندسي كان فيه جاب كبير بين التعليم الهندسي والتعليم الفني دلوقتي الجماعات التكنولوجية هي ربط بين الجزئتين هي دلوقتي فيه نسبة نظر 40% ونسبة عمل 60% ده تحقيق الجانب الصناعي تحقيق ما كسبه ربح كبير جداً للمجال الصناعي دلوقتي الجماعات التكنولوجية بتحقق المكسب أو الربح الكبير والإنجاز الكبير دلوقتي إن إحنا فيه إن دلوقتي الجماعات والأفراد الجماعات التكنولوجية كلهم دلوقتي والطلاب والخريجين دلوقتي هم دلوقتي بيتعينوا في شركات في شركات كبيرة جداً دلوقتي احنا وصلنا الأعلى مستوى منه استفدت من السيستم الجديد اللي مبني على الدمجة بين الخير العملية والنظرية تانية حاجة استفدت إيه في سوق العمل أو دافتني إيه في سوق العمل أول حاجة استفدت اللي أنا بكون عندي خبرة في مواقع كتير متعلقة بالسوق الحالي المصري وزي ما احنا شايفين إن احنا كل يوم نتاكف للتكنولوجيا فكاذا تكنولوجيست فالتكنولوجيا مسامة من اسمي فده حاجة جديدة ده في تخالي في السوق اللي أنا بقى أبديت بأحدث التكنولوجيا اللي نزله احنا خبرة عملية يعتبر أربع سنين طول الأجازة احنا بنشتغل في تدريبات في مراكز خدمة فبننزل تدريب أكتر فبيبقى بالنسبة لنا الشغل بعد التخرج سهل وسهلس يعني شوية وخلال المؤتمر الصحفي تم التأكيد على إن الجامعات التكنولوجية تعمل على الإسام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاية التي تطلبها سوق العمل ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية موسيقى